أنا النهاردة وأنا داخل حتى زميلي شايفيني متوتر ومتدايق وزعلان جد ليه زعلان؟ نهاردة محمد صلاح في المؤتمر الصحفي وأعرضه لحضراتكم بعد شوية كان كلامه في منتهى الزكاء في منتهى الزكاء يعني إيه في منتهى الزكاء؟ بص الأسئلة اللي بتسألت لمحمد صلاح عشان تفهم العقلية راحت لفين؟ بالمناسبة يعني بالمناسبة شيء بالشيء يذكر عشان قبل العبس ده ما كان يحصل كله يعني أنا كنت عايز أشكر كل زملاء الصحفيين المصريين اللي كانوا موجودين في المؤتمر الصحفي النهاردة المنتخب مصر قبل المباراة كافردي في أسئلة سمعتها وأقول أسماءهم كلهم زملاء أعزاء الأستاذ خالد رزق الأستاذ أحمد فاروق الأستاذ عبد الرحمن طارق والأستاذ هيسم التبعي وكان في حد كمان للأسف أنا مش فاكر مين دول المصريين اللي سألوا الأسئلة بقى كانت إيه؟ أنا ليه بقول أسماءهم؟ عشان تعرفوا ذكاء الصعف المصري وقوته في سؤال نجم نجوم كرة القدم العالمية السؤال الأول هو أنت بتلعب مع منتخب مصر أقل ما بتلعب مع ليه بربول؟ السؤال الثاني منتخب مصر بيتحرر لما بتخرج من الملعب السؤال الثالث السؤال الثالث هو أنت تهربت من المنتخب؟ السؤالة كلها قاتلة والله 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 لو تسألت للاعب موجود في الدور المصري مع كامل لاحترام للجميع هيسيب المؤتمر ويمشي يا على الأقل هيخش بخناها مع الصحف اللي قاعد ده وانتو جربتو كتير كل الإجابات بتاعت محمد صلاح كانت بابتسامة وإجابات منطقية هادئة زكية كلها بتقول أن منتخب مصر أهم أن احنا منلعب كفريق أن المنتخب ده مش منتخب محمد صلاح كل الكلام كلام واحد محترف بشكل رائع طيب آه يا عم كريم انت هتدافع على محمد صلاح زي كل يوم تعرف أن الكلمة دي الوحدة بحد ذاتها غريبة غريبة هو يعني إيه حد يدفع عن محمد صلاح بلاش بلاش أنا هتكلم بصراحة هو يعني إيه حد يطبل لمحمد صلاح ليه يعني ليه أصلا طب بلاش محمد صلاح النهار ده قال أنا ببسمعش الحد صح؟ أنا بركز في شغليه بس يعني لو هو سمعنا أنا وأنا بدافع عنه لو اعتبرت ده دفع يعني ولا بيسمع حضرتك لو أنت بتهجمه ولا بيسمع يعني إيه الأسهل إيه بالمناسبة في الوقت ده ليه والغير اللي شبه يعني أنا أطلع أقول لك أهاجم صلاح بقى زي ده في موجة دلوقتي مشى يلا نهاجم محمد صلاح تم نركب أركب معاكم وأنا هاخد إيه من محمد صلاح يعني هخي نعمل محور ياريت نفسي والله بس مش هخي نعمل محور يعني هلاعمني في المنتخم مكان عمر كمال عبد الواحد وراه مش بقى رفا لعب فيش استفادة مباشرة يعني لكن أنا أخد استفادة بقى لي 12 سنة استفادة معنوية استفادة فيها فخر والشرف ما شفتوش من أي لاعب مصري على مر التاريخ ده أنت وانا كنا بنعد يصعب علينا ونقول هنفضل لحد إمتى نشجع اللعيبة الأفارقة اللي موجودة في أنديها عالمية زي دروكبا وإدتو أديبيور وكانوا وغيرهم نفسينا نشجع لعب مصري أفريقي نفسينا نقول لعب مصري كسر الدنيا في ملاعب أوروبا وتعالي بقى هنا يقول لك أصل محمد صلاح ما عملش حاجة لمنتخب مصر هو مين دا اللي ما عملش حاجة لمنتخب مصر محمد صلاح من 12 سنة هو هداف منتخب مصر هو أفضل لاعب صنع أهداف هو أكتر لاعب شاركة في بطولات هو أكتر لاعب شاركة في مباريات محمد صلاح يا فندم في الجيل الحالي هو أكتر لاعب شاركة في مباريات مع منتخب مصر مين ده اللي يتهرب او مين ده اللي يسيب منتخب مصر مفيش لاعب افريقيا لاعب في اوروبا على مستويات عالية الا يام اعتذر واعتذر واعتذر عن مباريات لمنتخبات بلده انا ضد الظلم معرفش انا اركب موجة واقول ايه ما تأمن نفسك اعمل وخليك مع الناس بدل ما حد اجتمع لا مش هعرف اعمل كده صلاح ادى كتير لمنتخب مصر وبعدين ليقولك ايه اصلا كان بيدي النفس يعني ايه بيعمل نفسك يعني ايه